السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة سوفيا المرزوقي وزوار مواجهة الاسم الكرام كما العادة كما دائما فاش كي قوى وعندي الأسئلة وكي قوى عندي التساؤلات في القناة وبالأخص تعاليق دي الإخوان اللي كيهموني بطبيعة الحال تعاليق اللي كتهمني مش التعاليق اللي كتكون مسيئة ولا مشينة ولا مخلة للحياة هذوك تعاليق مباشرة كيتمسحوا يعني ما كنجوبش عليهم كذلك يعني فاش كي قوى الكلام ولا الجدل على واحد الموضوع أنا هذرت عليهم من قبل كنحاول نجي ونأكد الكلام اللي كنقوله ولا نأكد الخبر اللي هذرت عليها أول شي لقيت بعض تعاليق دي لبعض الإخوان كيقولوا بأنكي الناس قنوات كي هذروا عليها أول شي كنقول لهم أنا ما بقيش حد شي يكسب لي شي اسم ديال شي حد ولا يقول لي شي حد هذر عليك ولا شي حد قال عليك ولا شي حد ما قالش عليك أنا ما كن هذر عليك شي حد وإذا هضر عليّ شيء حد يهضر عليّ بسميتي لا أقول ليّ أي معنى يقول لي أنت قلت وفعلتي وتركتي وإذا الساعات عادة ستكون هضر آخرى وينغي هضر عليّ بسميتي ستكون حسابات أخرى لا أصدر شيء ستخرجون أنا لم أكن أصدرش على الناس ولم أكن أجبت الناس وما أريد شيء حد يتطول عليّ وإذا جاوبت شيء حد كان جاوب المتابعين الذين يهموني الذين يكتبون تعالق بالناء وعندهم نقد بالناء وبغاول هذه القناة هذه فعلا تكون ما بين القنوات اللي عندها مصداقية وبغاول يبقاوا كي تيقوا فيها وبغاول ذلك التقة ديالهم تبقى فيها فهذا شي علاش يعني هدرت ليه البارح هدرت يعني على الموضوع ديال الانفصالي إبراهيم غالي والاستدعاء دياله من طرف المحكمة يعني الإسبانية فاش هدرت على ذلك الموضوع الإخوان من بعد حطيت واحد الورقة حطيتها اللي قلت بيموجة بيها وسمعوا مزيان سمعوا اللغة العربية واللي ما كيفهمش لغة العربية فهمها لولي إن كان بعض الناس اللي قالوا لي قلتي بإن هديك هي السدعاء أنا ما قلتش السدعاء وكيما كنتشوفوا هات تعليقات دي لأخ هذا قل لي هدك ماشي السدعاء أنا ما قلتش هدك السدعاء أنا قلت هذه الورقة التي بيموجة بيها تم استدعاء المدعو براهيم غالي هذه هي الكلمة ديالي أنا ما قلت كتر وغادي يجي تقول لي منين جبتي هذا الخبر وواش غايت شتي المقالات والمقالات كي يقولوا والمقالات كي يدروا وهدي أول شيء بعد قبل ما نقول لكم منين جبت الخبر لأن الخبر قلت لكم جبتهم واحد المقال ولكن أنا مشي صغير يعني ما جيت وهادرت على الخبر بلا ما نكون متأكد منه أنا غادي نجي نقول لكم المصدر الحقيقي دير الخبر واللي هو اللي موتوق منه خليونا من المقالات وخليونا من ستريتونيوز وخليونا من الصحيفة وخليونا من هذوك المقالات كاملين أنا في عمره 37 سنة وما قديش نطح في فخ أنني نجي نتعلم لأحد الموضوع وأنا ما عنديش به دراية كاملة فقط بعض المرات كتبغي تحتفظ بالأسرار ديال الميهنة ديالك ديال أنك تقلب على الخبر مشي ضروري نجي نقول في لقيت الخبر بالضبط لأن في علانة أنا عارف كين ناس اللي كتستعليق الخبر فكتفيت يعني وخليت الناس اللي بغات تقدر خليت لهم لموقع ديال إستريتونيوز ولكن أنا قبل ما نخرج نهضر ونبني على الموقع ديال إستريتونيوز شدت لمصدر ديال الخبر من ينجاي ونا هنا فين غني نوريكم شنو هو المصدر ديال الخبر وإلاج بنيت خليكم معاي ما شو يفين أول شي كما قلت لكم ذاك الورقة هذيك رهما شي معناتها أنني قلت هذي هي الشيكاية هذيك تسمى بالكارية وهذي الكارية هذي كتتخلص عليها بروكورادور وأبو غاديه باش كيمشي ضد واحد الإنسان اللي إنت ضايجة دركي ضد واحد دعوة قضائية بعد ما كتكون دركي واحد دعوة قضائية كين واحد ما يسمى بالكارية الكارية كتبت من بعد الدعوة القضائية كتتخلص عليها الفلوس كيكون فيها بروكورادور كتتتخلص عليها بنس operadектор والكارية ماأيشة يوريها لي في kaç واحد ولا غادي يجي شي واحد يطايحني في الفخن أنا لمised حد نعرفش لي الكارية أنا فش حطيت الوثيقة وحطيتها وكتبت عليها بناءً على هذه الوثيقة هذا الشي اللي قلت يعني استناذاً على هذه الوثيقة استناذاً على هذه الوثيقة هذه رأى المحكمة استدعاء السيد أما يعني استدعاء مستحيل يوصل لشي حدا أنا غدي نقول لكم علاش لأن هنا في إسبانيا كي ما يسمى Black Privacidad يعني الخصوصية دي الشخص وذيك الدعوة اللي قلت مشيل لواحد الشخص قلت تكون في غاية الخصوصية وذيك الدعوة هذي قلت مشيله مباشرة للشخص ويسنيع عليها باش يمكن له يستلمها غدي يجيوا الإخوان يقولوا لي وامنين جبتي هاد الخبر هادا وكيفاش درتين هاد الخبر هادا وانت جيتي كتتغر من فراغ شفتي واحد موقع كتب بدرتين فعلتي وهذا كله كذب وهذا بوتان وانتك تداب وهذي شكل دار ذاك الكارية دارها واحد السيد اللي اسميته الفاضل بريكا هاد الفاضل بريكا يعني من نهار يعني بدا يعني هذي الكارية هذي اللي دارها نا 22 ابريل وانا كان راقب الحساب الشخصي دياله ديال فيسبوك يعني باش نجي ونعطيوكم الاصرار ديال الميه هنا وتعرفو كيفاش تقلبو تالناس اللي كتتقلب على الاخبار تعرف كيفاش تقلب على الاخبار دكسيز هذا كندوا واحد حساب دياله ديال فيسبوك وانا بالنهار دار دات الكارية هذيك وانا كانوا نتابع الحساب دياله ديال فيسبوك يبانشي اخبار له هذي نعرف شنه واقع فهد السيد هذا فعلا دار واحد البيان بايان للرأي العام كما كتشوفوا عندكم في الصورة هذا هو الفاضل بريكا او دايل هذي البيان انا عندي دابة هنا 15 ساعة باش دارو كما كتشوفوه فهدل حده هذي اللي انا كان صور فيها يعني قبل ما نصور الفيديو ديالي انا بايان للرأي العام توضيحا للوضعية التي تكتف سفاح المجرم المغتصب والقاتل ابراهيم غالي زعيم جبهة البوليزاريو ودولة رابوني المتواجد هذه اللحظة بمستشفى سان بيدرو باسبانيا مصاب بكوفيد 19 يشرفوني ان اطلع الرأي العام وانا كانت عامل يعني تانم على الرأي العام انا فاشكنجين وصلتش عاجة كان وصلها الرأي العام فهد السيد هذا بغاي وصل هذا الخبر هذا للرأي العام سمعوا يشرفوني ان اطلع الرأي العام على ان هذا القاتل برفقة قياديين مجرمين اخرين ومنهم البغيل سيدي احمد البلال والباشير والسيد وجه لهم قاضي التحقيق رقم 5 سانتياجو بيدراس غوميس استدعاء للموثول امامه يو 5 مايه 2021 جاري لاستجوابهم حول الشكاية التي قدمت انا شخصيا ضدهم كما توجد شكاوى موازية لجمعيات سحراوية من هؤلاء القتلة تم الاغتصاب والانتهاك تهم الاغتصاب والانتهاك الجسمية لحقوق الانسان ولو افترضنا استطاع الافلات من القضاء فحتمية الحكم الغيابي واردة بعدما تأكد ان هذا القاتل علم باستدعائه من طرف القضاء الاسباني ورفض الامتتال له كما ان دخوله اسبانيا بهوية مزورة باسم جزائري محمد بطوش بن بطوش ساغته المخابرات الجزائرية يعتبر في حد ذاته حجة دامغة لتوريطه وتوريط المسؤولين الجزائريين معه الذين سمحوا له بولوج الاراضي الاسبانية ومماراسته لانتهاكات حقوق الانسان على التراب الجزائري وختاما مول الروح مرموح ومضع حق من ورائه طالب تحية لاد الأخ هذا انا يعني باش قلت واحد المصدر موتوق يعني وهدرت على الموضوع شكو اللي قدم الكرية قدمها الفاضل فاضل بريكا الفاضل بريكا هو اللي قدم الكرية دونك مدام ها تسيد هذا خرج ودار بايان بايان للرأي العام إلا ويمكن لي نستاند على هاد البايان ديالو كحجة ودليل على الخبر اللي غضي نهضر عليه انا ماشي موجبر نعطي منينك نجيب المعطيات ديالي انا ماشي موجبر نجي نشرح في الفيديو هات ديالي منينك نجيب المصادر ديال الخبر ديالي ولكن قلتها من قبل الاخوان اللي كيتابعوني واللي كيتقوا في المعطيات ديالي واللي كيتقوا في الأخبار ديالي كيتقوا فيي فلا داعي أنني نجي enKolik mini'njibitl khabar وبالتبط وبالتفصيل هذا ي موجد أمور شخصية لي اللي عندي تقنيات باش can call upon the aktwars ديالي آنو وهذه خدمات ديالي وانا ندي طريقة باش can call upon the aktwars فمن بين الطرق أنني کنشوف حسابات فيسبوك کنشوف حسابات ديال twitter حسابات ديال سياسيين حسابات ديال بزر ديال الأمور ناهيك على بعض الجلائد اللي انا عندي فيها اشتراكات وكتجيني منها أخبار بززاف دير الأمور واشتراكات اللي كنخلص عليها فلوس باش كتجيني أخبار يعني لكنا غنديروه واحد العمل كنديروه باحترافية وما كنجيوش نتعدده على واحد الأمر اللي احنا معارفينوش فميمكنش السيد اللي هو دفع الكرية وكيقول لك راه تم استدعاء دير الشخص ودير بيان للرأي العام وغادي نكذبوه علاش علاش ميمكنش نكذبوه لأنه هو الشخص الوحيد اللي غادي يعلم بهاد الأمر نتع انه اللي كيشكي بيه راح عندو يعني موعد باش تسمى المحادثة ديالو وقاع الجرائد اللي شتوهم هدروا كلهم بناوا على هذا الخبر هذا كين اللي ما بناش على هذا الخبر هذا اللي انما شافوش وبنا على جريدة أخرى وشكوني الجريدة اللي بناش على هذا الخبر هذا اللولى هي ستريتو نيوز وهي اللي خرجت هدرس عليها وقد كم راقيه الخبر هنا سوف يصيروا هدروا عليه وهشكين وهشكين ما بقيت تنظر على التدوينة الفيسبوكية لهاد الشخص هذا وخليت هاد الامر هادا يعني نهكك ولكن مني نكسر القيل والقال وبتبنا ننم كيت تاهمنا بتوهم اللي ما كيناش كيقول لك الداب كيقول لك ما عرفت شنو واش غالي نجيو نكذبو احنا فرمضان واش غالي نجيو نكذبو فرمضان واش غالي نحنا درنا هدو القناة ديال اليوتيوب باش نكذبو على الناس واش عمرش يحد تشاف منيش حاجة ديالكدوب واش عمر يكتبت علش يحد في شيء امر واش عمر يجبت شيء خبر كذب هذا هو التساؤل اما بنسبة اللي كيقول لي راه ترسعيك واحد القناة ولا تشير مو كيهمنيش وما كتفرج تفشي حد مو كيهمني تشي حد ولي بغي يهدر يهدر ولي بغي يقول يقول ولي بغي ما عنديش لش نبرر ولا نشرح تلشي حد انا فقط كنت شرح للناس اللي كتهمني المتابعيندي اللي كيهموني ولي كيهمني المصداقية ياخذوها من عندي مو كتهمني شيء خبره ناهيك على انه واحد جديدة إسبانية هي كذلك خرجت وكتبت على الخبر اللي هي هذي اللي كتوفوا قدامكم من جزر الكناري خرجت المنتصف الليل تهضرنا وقلنا الخبر وراج في الصحف المغربية قد خرجت هي وقلتها علاش الصحف الإسبانية موصلوش لهذا الخبر هذا لأنها تسيد هذا دار تدوينه ديالو بالعربية هاتشي علاش الصحف الإسبانية ما يولجت لهذا الخبر هذا وعاد غتبتاد بس الصحف الإسبانية قد تحاول تأكد من الخبر تهوما المشي طونطوس ويجيو يبقوا يضرب لما يتأكدوا يبدوا يتأكدوا من الخبر ويأخدوا من جلائد أخرى باش ينشروا الخبر أما الخبر الأساسي منين جبناه جبناه من الصفحة الرسمية ينتع المدعي ينتعش السيد اللي حط الشكوى ديالو لا أقل لا ولا أكثر فتمنى الإخوان لكونوا الأمور واضحة اللي كي تقفز القناة وكي تقفزوا فيها المرزوقي مرحبا به واللي ما تقش فينا معندي ما نقول له اللي كي انتقدنا باحترام اللي كي انتقدنا باحترام غدي نجاوبوه واللي كي انتقدنا بقلة أدب غدي نبلوكيوه باش نكونوا واضحين ما كان نتجاوبوش احنا بقلة الأدب ما عمرنا كان لفضوا بألفاظ نابية باش نقدروا نجاوبوه دوك الناس اللي كتلفظ ألفاظ نابية كنتي كات هدر باحترام بحالة الأخلي دا اللي للتعليق هذا على ودو خرج درش هذا الفيديو هذا كين إخوان أخرين اللي خرجوه قالوا لي فلان ولا فلان هدر عليك ولا فرد اللان هدر عليك هذو كان دي لهم سيبريمي ما كان بلوكيهمش وينكا مسحهم وكان نطلب منكم الإخوان اختراء أخرى إيلا هدر شي حد وجبدني بالاسم ديالي هدروا عليه أما إلا جا شي حد غير كي هدر يقدر يكون كي معني على شي حد خور ولا كي هدر على شي حد طور ما قاسنيش أنا ما تجيوش يقولوا لي راح حقا فلان كي معني عليك ولا فلان كيقول عليك إلا جا شي حد جبدني بالاسم ديالي وجبد الاسم ديالي يسوفيان للمرزوقي هكا جيوا وكتبوها لي وذلك الساعة ستكون كلام آخر أما ما حد الإنسان كيقول غير واحد القناة ولا واحد هذه هدرت رامشي أنا بوحدة القناة اللي هدرت راح تضروا بزف ديال القنوات ولكن قدرنا نقول أنا هو القناة الأولى اللي هدرت على هذا الموضوع هذا وأنا للفيديو ديالي تشاف بواحد نسبة للمشاهدة أكثر مقاع القناوات فعلا لإنا كنت صباق للخبر وأنا قلت لكم ده برا شنو هو المصدر للخبر وقلت لكم حتى كيفاش كندير نقلب على الأخبار غيباش الإنسان يبقى مرتاح ويعرف بإنا راي لجي نهضرنا باحد الموضوع إلى ما كانش يعني متوق منه والسيد راك يقولك بايان للرأي العام هو دار يعني في التدوين في الموقع دياله ديال فيسبوك وقال فيه بايان للرأي العام بايان للرأي العام تحياتي لإخوان كاملين نتمنى تكونوا فهمتونا وتكونوا عرفتو يعني علاش درجة الفيديو هذا ما مقلق تمشي حد ومهز خاطري تمشي حد الحمد لله ما كنتفرش بزاف ديال القناوات كنتفرشي بالقناوات اللي كتهمني أنا اللي ما كيهمنيش ما كنتشوفوش وما كنتصوقلوش وخاتكتبولي راح فلان هدر عليك ولفلان سبك ولفلان عيرك راح ميضايق وال ما غادي نشوف تفشي حد والحمد لله عارف راتي شنو كندير وعارف يعني إلا هدرس على شي موضوع كنه هدر عليه وانا تيقف نفسي إلا كان السيد كذب وقال بإنا هاد شي هذا ما كنظنش أنه غاي يكذب لإنه هو المعني بالأمر يعني ما كنهدروش على واحد من جايبين حد خور لإن اللي دار دعواره هو اللي كاتب يعني ما يمكنش يكذب وإلا كان كذب أشغالي ندير أنا يعني أنا جبت لكم تدوينا ودخلوا وقلبوا عليه يديروا الفاضي البريكة كما كانت شو أشتوها عندكم تسمى في الصورة ودخلوا وتشوفوا وأنا ماشي مرجبر باش نقول لمصادر ديالي كل مرة دعت الفيديو يعني كان دير الفيديو فاش كنكون يعني متأكد من الأمر وهانتوا ماذا بفاش قواء القيل والقاري والجادة لأنا جبت يعني المضمون قلتها لكم أنا مش حالة يقول لكم أنا ما كان نقلش من المواقع الإلكترونية إن الموقع الإلكتروني راح باشر اللي كيكتب فيه وتأنا عندي موقع إلكتروني يكون كتب فيه وإني كيخصني نتحقق من الخبر راكين فرق ما بين الإنسان هي كيشوف النس شنو قالوا في القناوات وغير كيشوف شنو دار هذا شنو دار هذا باش يخرج يدير فيديو تأوه ويهدر وكيينفرق ما بين الإنسان اللي كيمشي ويشوف ويعرف الخبر ويتأكد منه عاد يخرج يدير عليه عاد كيسيب بلدك شي اللي غير يدير وكيمشي ليه موقصد تمنى فكرة تكون وصلاة الإخوان وتحياتي لكم كاملين عواش لكم باروكا الله يدخل عينات العشرة الأواخير بصحة وبالعافية وباش كيتمنى الجميع وتبقاوا على خير وبخير ونشوفكم إن شاء الله في فيديو أخر تكون دائما في عسل أحوال دمت برعاتي الله والسلام عليكم